مع توجهها لمحطة الفضاء الدولية تنضم العالمة السعودية ريانا برناوي لقائمة أوائل النساء رائدات الفضاء في العالم فهي أول رائدة سعودية تخطو نحو الفضاء ليس لتسجيل اسمها بين الأوائل فقط بل لتطوير أبحاث حول سرطان الثدي ريانا برناوي ذات الأربعة والثلاثين عاما هي عالمة متخصصة في أبحاث الخلايا الجذعية السرطانية توجهت برناوي في مهمة X2 وتنظم Axiom Space وهي محطة الفضاء التجارية العالمية الرحلة الفضائية وستجري العالمة السعودية مجموعة تجارب طبية مختلفة الرحلة الفضائية التي انطلقت في الحادي والعشرين من أيار مايو الجاري من المخطط أن تستمر لثمانية أيام وتتمتع برناوي بخبرة تزيد على تسع سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة رائدة الفضاء حاصل على البكالوريوس في علم الهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا كما حصلت على الماجستير في العلوم الطبية الحيوية من جامعة الملك فيصل وعملت في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وهي أخصائية في الأبحاث المخبرية وتمتلك خبرة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية ورواد الفضاء السعوديين علي الغامدي ومريم فردوس على دعمهم فهي أخصائي من جامعة الملك فيصل التخصصي